موسيقى مشاهدينا مهاجة الموازن إقاعات العالم وصل اليوم السادس وفي هذا اليوم آيانا كامورا نجمات البورب والأرين بي الفرنسية أتحفت جمهور منصة السويسي بأغانيها الشهيرة سوف نتابعوا الصور في هذا الحفل وكذلك سوف نرى ملخصات ندوات الصحفية التي كانت اليوم وكان فيها مجموعة من الفنانين من بينهم ولي التوفيق ديانا كارازون والفنان المغاربة البنج وكذلك منال موسيقى 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 وأنا قمارا وضفوها لأنهم سوفرون من الأشخاص من نرجاع المنزل من ادلافشين من الناس كما تحسنت لهذه كمتابعنا أنا أعندما أن بجعلهم نحن متقبض بمعدي وعندوء التغريب وحقا نتقدم بمصرع بمصرحة لقد كنت مردت لديه موجودة ومن المشاهدين أنت لديه في سياً يتجب أنه صارت مع موجودة أعتقد أنه لديه موجودة بدل تدفع بمعدي ومعنوا الأفضل مجمع إنها موجودة موجودة فعلاً، نحن نحن ندفع ومن المنزيين سيكون جداً وحقاً، وأنني أتباع إنجان، شكراً على المشاهدة قد ايضاً كلمة كلمة لا أطبع لي استححاش أي هذا الوصولة لا أ puppea طبعين ل Susuki الذهاب كثير على أن أعرف الطب non يمكنني أنزل قال أنت أنت ت مزيلا لدينا شعار القضاء ترجمة نانسي قنقر 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 لا يوجد شيء مخصوص أو شيء تحية النساء أو رجال التعليم بفضله ينسرنا أصحابين الصمق السيدة بفضله إحنا موجودين هنا أول شيء أنا رح أغني اليوم الأغنيتان طبعاً أكيد اليوم رح أغنيهم على المسرح ورح أغني كمان الأغنية فلكلورية مغربياً طبيعي جداً أني ما أنا ما أحكي زيكم مية بالمية يعني هذا النورمال لأنه أنا ما أحكي زي زي ما أنت ما رح تقدر تحكي زي أردني يعني سوري لو حتى تزوجتي واحد أردني وعيشت بالأردن إلا ما لسانك يروح شوية للمغربي صح؟ صح فأنا نفس الشي فأنا حبي للمغرب أنا غنيت مغربي حتى لو كان في عشر أغلاط أو عشرين غلط في الأغنية بالعكس بعتقد أنه أنتوا لازم تنبسطوا أنه أنا بهاللهج الصعبة وأنا بنت أردنية غنيت لهاي البلد يلي ما إجيتها قبل ولا زرتها بمحبتي لإلها فكانت خطوة كتير قوية مني أنه أنا أغني مش أغنية كمان رد رجعت وعدت الكرة كمان تاني مرة ورح أرجع عيدها ثالث ورابع وخامس وسادس مرة مع فنانين مغاربة لو قدموا لي أحلى شيء رح أخذه برضو حغني ورح أغلط وعادي أغلط وتبيعي أغلط لأنه مش لهجتي ومش بلدي وحب اللي إلها أنا بغنيها زي ما بغني أي لهجة تانية أنا سميرة سعيد لما قابلتها بالزمان يا زي الفنانة الكبيرة العظيمة كنت عملا حلها غنية قلت لها سميرة لهم الغامن المغربي بسطوا الكلام والله العظيمة عندهم كنز مش عارفينه وصدق كلامي لما عملت محلها السمرة باعت أربع مليون أربع مليون سيدي في مصر محلها السمرة حطيت كلام مصري قربت الموضوعية لله ونجحت له نجاح خطير ونفس الشي اللي ما عمت هي مع الشاب تذكر وقتها طنع الغريبة صارت سميرة مش بس على مستوى مصر صارت في كل الوطن العربية فالفن المغرب يفن مش عم جامل أنا عشته وغنيته وبعرفي محتاج أعلا ثم أعلا ثم أعلا أرحم ورحل هلا هو ما في انبيط واحد هالزمن كله منبطح موسيقى زمان خاني الأمانة ونو معي زاي زمان تضع الخيانة زاي الزمن خاني الأمانة قالوا 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 أهل زمان يا مآلوا بالأمثال علي خانوا أهل زمان يا مآلوا بالأمثال علي خانوا أهل زمان يا مآلوا بالأمثال علي خانوا ومن لؤتمال لا يؤتمال صدق الزمان وآل زمان وهدلك لا قدلك موسيقى موسيقى مهاجة الموازين مزل من الصمر معكم الى غاية يوم السبت ومزل العديد من المفاجآت اللي غادي نشوفوه هنا في اليوميات اما احنا نضرب لكم موعد غدة مع لقاء جديد من هنا منابات في إطافة فعاليات مهاجة الموازين إقاعات العالم في دورة ديالو 18 موسيقى 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 موسيقى